موسيقى 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 شهدين نحييكم من جديد منذ أن أعلن الشيخ محمد عبدالله نصر على صفحته أنه المهدي المنتظر وطالب كل الشعوب الأسلامية بمبايعته حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وصلت إلى حد تقديم بلاغات للنائب العام إلى حد اتهامه بالجنون وطلب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية واتهامات من مختلف الأنواع قلنا نناقش هذه القضية معنا الشيخ محمد عبدالله نصر وحنتكلم معاه بأسلوب المناظرة وفقا لقواعدها التقليدية وهي واحد عدم المقاطعة عدم تداخل الأصوات أيضا احترام الجزء المخصص أو الوقت الزمني المخصص لكل ضيف أن نعتمد على قاعدة حجة في مواجهة الحجة وليست شتائم في مواجهة شتائم ولن تكون إن شاء الله في هذا الحوار ومعنا كمان أقدم أولا الشيخ محمد عبدالله نصر الشيخ محمد أهلا بيك أهلا بحضانك أزوالي وأقدم أيضا الدكتور عبدالله رجدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة دكتور عبدالله أهلا بيك أهلا وسهلا اتفقنا على القواعد المتفق عليها في الحوار وإن شاء الله نلتزم بيها الشيخ محمد منذ أن أعلنت على صفحتك إنك أنت المهدي المنتظر وأنا محمد ابن عبدالله قال مهدي المنتظر زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي فيعني ده ينطبق عليك ظاهريا فانتخذت ده أنه ربما مدخلا وقلت أنا المهدي المنتظر وطلبت شعوب العالم الإسلامي بمبايعتك قبل ما أتكلم عن البلاغات العديدة يعني ستة أو سبع بلاغات قدمت حتى الآن وربما أكثر وإحنا بنتكلم هتلاقي المزيد من البلاغات اتهامات مختلفة بعضها بيكفرك بعضها بيطالب بإداعك مستشفى الأمراض العقلية خلينا أبدأ بالبداية ما هو سبب دعوتك بهذا الشكل؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم بيّن عني فإنني لا أحسن البيان وبلغ عني فإنني لا أحسن البلاغ حقيقة الأمر أنا أعتبر نفسي كجراح في غرفة عمليات لديه مريض يحتاج إلى الإفاقة والإفاقة لا تتم إلا بصدمة كهربائية صدمة كهربائية نعم رأيت بس الصعقة أحيانا ممكن تبوت المريض خليبها رأيت لا بإذن الله هذا المريض سيحيا فالإسلام باقي ما بقيت السماوات والأرض رأيت أمة تلبس مما لا تصنع وتأكل مما لا تزرع وتعالج بأدوية لا تنتجها رغم أن أول آية في كتاب هذه الأمة يقول اقرأ فأردت أن أوقذ هذه الأمة التي تنتظر أمة منقسمة تشرزمت إلى شيع ومزاهب وكل مزهب تمزهب على نفسه سنة وشيعة الجميع ينتظر المخلص رغم أن المخلص فينا والهادي فينا فما بين شيعة ينتظرون مهديا في سرداب من عام 230 هجريا يظنون أنه داخل السرداب وسيخرج عما قريب وما بين سنة ينتظرون مخلصا يخلصهم والجميع نيام لا يعملون فقلت ألقي حجرا في الماء الراكد وقررت أن أضحي بنفسي يعني أنا ممكن أكون ضحية الموضوع ده في الحقيقة خلي بالك البلاغات دي ممكن تقودك إلى السجن ما كتبه الله سيكون وخلي بالك كل الذين أنا عملت تحقيق قديم عن أنه كل عدد كبير من اللي ادعوا أنهم المهدي المنتظر نصهم في مستشفى الأمراض العقلية العنبر البادوية نعم هل أنت عارف العنبر عارف العنبر أنا أقول أن كل مهدي فينا الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها المهدي فينا والشيطان فينا فمن أراد أن يهتدي فليهتدي أرسل الله سيدنا المسيح عيسى بن مريم يحيي الموتة ويبرئ الأكمهة والأبرس فكذبه الناس وأرادوا قتله فرفعه الله أرسل الله كلمه موسى وشق البحر للناس فلما عبروا البحر عبدوا العجل معناها أن الأنبياء الأنبياء نفسهم جنب كرامات ومعجزات والناس لم يؤيدهم سيدنا إبراهيم ألقوه في النار سيدنا نوح مكس تسعمية وخمسين عام يدعو الناس يبقى هيجي المهدي اللي هو أقل من النبي بكتير واللي هو أصلا أحاديثه كلها ضعيفة وجاية من ديانات أخرى من الزرادشتية والمجوسية وهنا أقول أن عقيدة المهدي المنتظر هي عقيدة تسربت إلى الإسلام من كعب الأحبار عن طريق المجوس وأنا جايب هنا معلومات تاريخية طيب لا بس خطوة خطوة بس شيخ محمد عبدالله أنت بتعلن بوضحه بيانها أعلن أنني الإمام المهدي المنتظر محمد بن عبدالله الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلا وأدعو السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي وذلك مصداقا للحديث القائل وقلت يعني نعم هنا خائع يعني يعني هزار لا ليس هزار أنا هنا أعرض أعرض إيه؟ أنت بتقول أنا المهدي المنتظر وتطالب الناس بمبايعتك نعم نعم أنا أنتظر هنا أعرض على الناس وأنتظر عقول الأمة لكي تستيقظ وأستفز شيوخها ليرده ماذا أنتم فاعلون إذا خرج شخص ما وقال أنا المهدي وجاءكم بأدلة هل عندكم أمارات تعرفون بها من تسمونه المهدي هنعرف إزاي أن الشخص ده اسمه المهدي يعني أنت عايز تقول أن أنا المهدي ولا يستطيع أحد أن يشكك لأنه ما عندكوش معايير تحدد من هو المهدي طبع أنتم جايبين أحاديث بيقول أن المهدي اسمه محمد عبد الله وبيتقول أنه من آل البيت وانت محمد عبد الله أنا اسمي محمد عبد الله وكلنا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كلنا من ولد آدم وكل من ولد آدم والنبي من ولد آدم وعلى فكرة أمي منسبة من جهة الإمام الحسين رضي الله عنه أرضه ولكن أنا ما يعنينيش الكلام ده فمن أبطأ به عمله لم يسرع به ناسبه ولكن هنا أنا أقول حاجة هتتعاملوا مع هذا الواقع إزاي وانتوا داخلين على صراع طائفي مذهبي هنفتت الدول أنا هنا بسأل شيخي يا شيخ محمد ده المهدي المنتظر إمام آخر سيأتي ليملأ الدنيا عدلا بعد أن امتلأت ظلما يعني وفيه شروط متعلقة بالمهدي يعني أنت هتملأ الدنيا عدلا يعني رسل الله وأنبيائه سيدنا نوح مكس تسعمية وخمسين عم لم يملأ عدلا وهو من علامات الساعة وهو من علامات الساعة لا ليس للساعة علامات لأن الله قال لا تأتيكم إلا بغتة الساعة لا تأتينا إلا فجأة ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه قال أن هناك علامات للساعة فهو بعيد عن القرآن لأن القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لا استكسرته من الخير وما مسني السوء ويقول ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم الأكاذيب اللي خلت المسلمين ينتظروا قيام الساعة عشان يتعطلوا عن الدنيا ركب الحضارة تخلفنا عنه روحوا تستنوا المهدي المنتظر اللي هناك ده وانتظروا علامات الساعة والأخرة وخلوا الغرب للتقدم والحضارة والعلم والمدنية رغم أن الإسلام دين الحضارة والعلم والمدنية هذه العقيدة التي دست في الإسلام عن طريق أعداء الإسلام وخصومه كان الغرض منها نشر ثقافة التبلد والتكاسل وانتظار الغائب الذي لن يأتي 1400 سنة الغائب الذي لن يأتي يعني أنت في يقينك أن المهدي لن يأتي نعم لن يأتي بنص القرآن لأن القرآن الكريم قال لسيد الخلق وأشرفهم ليس عليك هداهم فإذا كان النبي محمد وهو أعظم الخلق قال له ربه ليس عليك هداهم فهل هداهم على المهدي؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بس خلينا أبدأ من الجزء يعني أنت بتقول أنا لو قلت كده أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر محمد بن عبد الله وينطبق عليك الشرط الظاهري إن اسمك محمد على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيك على اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد إنه ما يقولش إنك أنت المهدي المنتظر طيب إيه المعايير عندكم اللي هتقبلوها وتتعاطوا مع الوقع ده هتحلوا الجيش ماهو المهدي ده جي أملى الأرض عدلا معلها أننتو هتهدوا الأنظمة السياسية الموجودة لهيبقى فيه رئيس لمصر ولا السعودية ولا العرق كلها هتبقى تحت راية المهدي وهنحل بيوش يبقى اللي بيدعو لهذه العقيدة يدعو لإسقاط الأنظمة السياسية في الوطن العربي وهدم الجيوش ولذلك هي عقيدة دست لعشان هيستخدمها في التوقيت اللي جاي في الصراع السن الشيعي طيب خليني هنا دكتور عبدالله يعني لو بدأت من دعواته هو بيقول يعني أنا بستخدم أسلوب الصاعقة أو أسلوب الصدمة وإن أنا حقول أنا المهدي المنتظر اسمه محمد عبدالله ينطبق عليه ظاهريا ما يتعلق بالمهدي المنتظر فهو بيقول أنه لا يستطيع أحد أنه يكذبني لا توجد معايير لا توجد شروط وفي صياح ذلك بيطلع منه بينفي وجود المهدي المنتظر من الأساس تعليقك على كلام الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمد ذكر عدة نقاط كثيرة بس أنا حاول أختصر عشان ما نتوهش معنا المشاهد يعني الأمة الإسلامية توطيلة 14 قرن من الزمان مليئة بالمفكرين والعلماء والأدباء كتب الدين مبثوثة هنا وهناك ومدونات التراث موجودة والذين تكلموا في هذه القضية لم يتكلموا من عنديات أنفسهم وإنما بناء على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكم مرة على الأمة الإسلامية من أناس ورجال اسمهم محمد بن عبد الله محدش فيهم الدعا المهدوية ليه أن في عندنا صفات محددة فلو سؤال حضرتك المباشرة هل في صفات للمهدي محددة نعم في صفات أول حاجة اسمه محمد بن عبد الله وده ممكن أي حد يدعي زي من الشيخ محمد الدعا ثاني حاجة أن يكون من ولد الحسن ابن علي عليه السلام من سلالة سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنهما إذن الذي يدعي هذا الأمر وليس من ولد الحسن ابن علي فهو كاذب نبصله فش نقوله أنت كذبت ودعيت زورا رقم ثلاثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأقنى الجبهة أبل يعني أقنى الأنف أقنى الأنف يعني الأنف أجل الجبهة أقنى الأنف يعني جابت وزي فيها صلعة شوية أقنى الجنف يعني الأنف ليه الأنف ليه المناخير بيسمونه مدببة دي كده كده ليه شكل معين معروف يعني يعني تحدث عن ملامح شكلية ملامح شكلية دي مش موجودة في الشيخ محمد لا عنده شعره ما عندهش لا في شعره طب بمظاهريا ما ينفعش بمظاهريا الصفات غير منطبقة نكمل بس كلام طيب إذن كل عندنا صفة أنه من ولد الحسن ابن علي مش موجودة صفة أنه أجل الجبهة مش موجودة صفة أنه أقنى الأنف مش موجودة قاله ثلاث صفات الصفة الرابعة بقى أنه هيحكمه سبع سنين يبقى لازم يكون الشيخ محمد راجل حاكم حاكم يعني إيه يعني يكون راجل مسؤول يطلع كده يجيب الأدباء بتوعه ويطلعوا يحاربوا الجيش المصر ويفتتوه بعدين يطلعوا بعد الجيش السعودي يقتلوا للملك هناك ويحاربوه ويروح على الكويت والإمارات وعمان وقطر يهدوا البلد كلها وبعدين يروح عند مكة يعمل بايعا طيب عندنا صفة رابعة كمان ودي مهمة جدا عشان الشيخ محمد قال لي عايزين نحارب الجيوش والكلام ده كلام ده غير منطقي وغير وارد لأن صفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي يوعد حالي يملأوا الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلمة أنا عندي دلوقتي في أنظمة قائمة في العالم ولا لأ في أنظمة إذن الأرض مش مملؤة على ظلمة نهيت في عندي جيوش تذود عن بلادها وتحميها ولا لأ إذن أنا ما عنديش فوضى خلاقة في عندي قضاء ومحاكم سواء في كل بلاد العالم أنت في أي بلد دلوقتي موجود لو أنت في أمريكا وانت مواطن مسلم غير أمريكي مصري تستطيع أن تحصل على حقك وبالقانون في مصر تستطيع أن تحصل على حقك وبالقانون في كل بلاد العالم هناك هيئة الأمم المتحدة هناك محكمة العدل الدولية إذن الأنظمة القائمة يعني العدل مضاعش ولا الأرض امتلأت ظلم إذن معنا كده أن الصفات مش موجودة أبدا فلما يجي واحد يقول لنا الكلام ده نقول له ده كلام غير صحيح أنهب أنا عندي المهدي المنتظر حيظهر وأنا ما عنديش في العالم حكومات ولا عندي حاجة وفي عندي ظلام دامس وفي عندي فساد وفي عندي ظلم والناس بتقتل في بعضيها حالة هرج ومرج بقى دي اللي موجودة هنا هيظهر المهدي الحتة الثانية اللي قالها الشيك محمد إن المهدي حديث ومكذوبة ده كلام ده غير صحيح أنا فيه عندنا علماء العلمي أستاذ واقل يؤخذ بالتلقي بالتخصص أنا طبيب أتكلم في الطب أنا مهندس أتكلم في الهندسة إنما ما طلعش أتكلم في حاجة مليش فيها يبقى أنا كده بضحك الناس علي لما المكان ده مبني على قواعد معينة أجي أنا أنقض القواعد دي كلها ولا الهندسة علم غلط وأنا حبتكر لكم هندسة جديدة يبقى أنا مخرب على طول مكاني زي ما قال الشيك محمد مستشفى المجانين إحنا مش عايزين نروح مستشفى المجانين ولا عايزين نبداين إحنا عندنا حالات نفسية أو مرض أو عايزين نعمل بروفاجندة أو شوق إعلام عايزين نصحح عقائد الناس وعايزين نتكلم فيما ينفع بدلا ما أطلع أتكلم في الحتة دي وقول ده هيدقل التواكل فين التواكل في كده إيه المشكلة أن أنا أقول إن فيه حاكم عادي اللي حيجي فيه من الأيام هيطبق العدل الخير حينتشر على دي حيملأ الأرض عدلا اللي هو المهدي هل ده طب ما أنا حصل ده عندي هو قدك إنه ننتظر من لا يأتي إحنا ما قلناش ننتظر خلي بالحضرتك ولا سيدنا النبي ودي أكذوبة على فكرة نسبة تقولها ولا سيدنا النبي قال انتظروا وناموا لا ده كلام غلط أنا عندي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قامت الساعة يوم القيامة يعني وفي يدي أحدكم فسيلة غرسة شجرة بتاع نخلة أي حاجة فنستطاع أن يغرسها فليفعل قل لي حضرتك هتعمل إيه بفسيلة هتغرسها أو بنخلة هتغرسها وإنت اليوم هتقوم هتعمل إيه بالكلام ده؟ إنه ما عايز يعودك أن تعمل وأن تجدح أنا ممكن أنشر الفضائل بالناس بالحديث بدل ما أبل بالعقائد الناس وأطلع عن آسف يا شيخ محمد أتريع العقائد السواد الأعظم من الأمة الإسلامية وأستفز زي ما هو قال مشاعر الناس يا أخي ربنا قال في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أنا لو بنقش واحد بيعبد بقر أو فار أو بيعبد حتى إرد أنا مش أقدر أوجه بالشكل ده أنت شايف أنه استهزأ واستخدم أسلوبا طبعا هو الرجل قال كده قال أنا طالع أنا بستفز الناس وعمل بيضحك وقبل الهواء قال بس ما يخشش عن المسيح الدجال وخد الموضوع أفشى وضحك يعني حتى أنا ضحكت مع فيه ولتله الدجال وقته لسه مش وقتها شيخ محمد إبقى ده لا يليق أنا كدعية بدل ما أبث للناس روح الدعابة في الدين وأتكلم في قضايا مسلمات دينية بطريقة مستفز وربنا ألف القرآن ولا تسبوا الذين إذا كان الكفار ربنا علمني من تقدش عقائدهم بالشكل المشين إنما تكلم كلام علم منطقي ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم لمن أطلع أسخر من عقائد مسلمين طول 1400 سنة واتهم كل المفكرين وكل العلماء وكل فلاسفة صدر الإسلام بالجهل وبالجمود وبالتطرف وبعدم الفكر وبزرع الفكر التواكلي بين المسلمين لما اتهم دول كلهم وقل أنا جاي أصلح لكم الدين بالله عليك ألا مش ده قمة الدكتاتورية في الفكر وقمة الحجرة على كل الأراء الموجودة في التراث الإسلامي أخدها كلها آسف أكعورها كده ورميها في صلة المهملات الزبالة وأقول للناس أنا اللي جاي أعلمكم كل اللي عندكم ده غلط طيب ما أنا ممكن أنشر من خلال السنة النبوية قيم تانية جميلة ما أنا ممكن أعلم الناس أن السيدنا النبي صلى الله عليه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ممكن أعلم الناس مثلا ثقافة العمل ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عدم من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عدم من عمل يده دا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أعلم الناس البعد عن الغش لما سيدنا النبي صلى الله عليه سؤل عن أفضل العمل قال عن أفضل البيئ قال البيئ مبرور يعني إيه قال عمل أفضل العمل قال أفضل الكذف الكذف آسب قال عمل الرجل بيدي هو كل بيئ مبرور أعلم الناس القيم دي بدل ما أطلع أتري على عقائد الناس وأستفزهم بشكل يعني أنا كنت أرضى بالشيخ محمد أن يستخدم طريقة علمية في الحوار بدل هذا الشكل شيخ محمد ويمشي الدكتور عبد الله فقط اللي استخدم تعبير يعني اللي بيلجأوا إلى هذا الأسلوب مكانهم مستشفى الأمراض العقلية يعني أنت بالتأكيد تابعت البلاغات اللي قدمت ضدك ومعظمها يطالب بإداعك مستشفى الأمراض العقلية وانت قلت حتى ده فيه عنبر خاص بمن يدعون أنهم المهدي المنتظر نعم وهو رأيه أنه أنه هذه أمور لا تحتمل لاستهزاء والسخرية وأنه تقود صاحبها إلى مستشفى الأمراض العقلية بالفعل نعم أولا إن كنا سنتكلم عن من يستحق دخول مستشفى الأمراض العقلية أنا موافق أدخل المستشفى بس معي من ينتظرون شخصا دخل سردابا سنة 230 هجريا ولم يخرج حتى الآن ويقولون أنه سيخرج ليملأ الأرض عدلا كما ملأ جيورا أرض لم يملأها الأنبياء ولم يملأها ستة مليار مستنيه شخص واحد فقط هذا الشخص لم يحدثنا القرآن عنه لا توجد آية واحدة في القرآن تتحدث عن المهد المنتظر والله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فإذا كانوا يقولون أن هناك عقيدة اسمها المهد المنتظر ولم يذكرها الله في القرآن والله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فهم يزدرون الزات الإلهية ويتهمون الله تعالى بأنه فرط في الكتاب ولم يذكر عقيدة المهد المنتظر اثنين من ينتظر مخلصا يخلصه فلماذا لا يخلص نفسه قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه سيدنا نوح كل إنسان سيسأل عن نفسه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى كمان لست أنا أول من قال أنه لا يوجد مهد المنتظر المفاجأة بعد أن قلنا أنه لا توجد آية واحدة في القرآن تدل على المهد المنتظر لا يوجد في صحيح البخاري ولا مسلم حديث عن المهد المنتظر إنما الأحاديث جاءت عند الترمزي وعند أبو داود والمفاجأة أنني لست أول من أنكره ناخد من أول من أنكره الإمام بن خلدون مؤسس علم الاجتماع في الفصل الثاني والخمسون في كتاب المقدمة اتنين القاضي عبدالجبار الهمداني الجزء الأول في كتاب تسبيت دلائل النبوة في الجزء الأول صد 179 الشيخ محمد الغزالي الإمام محمد الغزالي من أكابر علماء الأزهر الشريف الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار وتلميذ الإمام الأكبر الإمام محمد عبده كمان من اللي أنكره موضوع المهد المنتظر العلامة المفكر محمد فريد وجدي والأستاذ أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام والمفاجأة أن هذا الكلام وأقسم بالله قاله لنا الدكتور محمد سيد أحمد المسير رحمه الله وأنا طالب في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في عام 2002 حينما كان يدرس لنا مادة الملل والنحل وكنا نتناول المهدي اسمه الميسيا عند اليهود موجود في سفر إشعياء إصحاح 19 وموجود عند الزردشتيين عندهم مهدي منتظر منتظن وكل واحد يأسم موجود عند البوزيين فسألناه يا دكتور ما رأيك في هذه الأحاديث قال هي أحاديث في مجموعها ليست صحيحة لا يبنى عليها حكم شرعي فالأحكام الشرعية لا تبنى إلا على قطع الدلالة وهذه الأحاديث في مجموعها ليست قطعية الدلالة وقطعية الثبوت وممكن نسأل أكابر العلماء المتخصصين في علم الحديث لنرى هذه الأحاديث كتبت في أي عصر في عصر الفتن والخلافات السياسية وقالوا أن المهدي سيظهر من خرسان عشان المخطط الإيراني اللي بيتم الآن لخروج مهدي برايا سودا يجي يحتل مصر والسعودية وغيرها وإحدا نرفع البيع من يقول بوجود المهدي هو يروّج للمخطط الإيراني الفارسي الذي يريد احتلال مصر والسعودية والإمارات والبحرين وهدمل هذه الأنظمة السياسية وهنا أسأل فضيلة الدكتور ما الحكم إذا ظهر المهدي المنتظر الآن هل نسقط الرئيس السيسي والجيش المصري ونسقط ملك السعودية والجيش السعودي والنظام الإماراتي خرج بكرة الصبح ربا عايزة أخذ بس من السؤال ده أنا عايزة أرد على السؤال لو خرج المهدي الآن هل نقول لكل الزعماء والحكام العرب عدوا في البيت لقد جاء المهدي ليملأ الأرض عدلا أنا رديت على السؤال ده من شوية قلت من أمارات ظهور المهدي غيابه ملامح العدل يعني غياب الدول يعني سقوط الدول سقوط الجيوش سقوط الحكومات الحكومات طيب واحد دلوقتي طلع قال لي أنا اسمي محمد بن عبد الله وجبنا نسبه طلع من ولد سيدنا الحسن ابن علي عليه السلام وطلع فين مواصفات الشكلية طلع مثلا أقرأ ومناخره مدبابة والكلام ده كله هقول له انت برضو كذاب ليه هقول له انت كذاب لأن أنا عندي من شروط المهدي إنه حيطلع في وقت يكون فيه الهرج والمرج ده مش موجود عندي دلوقتي أنا لما أقول كلام أو واحد يجي يدعي حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لي كل شيء ودّني الدلائل التي بيها أعرف المهدي أو من يدعي المهدوية إن كان صادقا ولا كاذبا إيران وغيرها والشيك محمد ده الحتة في الأول قال إذا كنت أروح مستشفى المجانين أخذ معي اللي بقوده المهدي طالع من السرداب كلام ده لا يلزمه ولا يلزم أي واحد سني ده عقيدة إيران أو الشيعة في المهدي أنا ما تلزمنيش في قاعدة يا أستاذ وائل في علم الحوار بسيطة كده معروفة اسمها لا تحتج علي بمخالف يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك بتقول لي أنا يا عبدالله أؤمن بكذا وكذا وكذا ينفع لك لا بس فلان الفلاني بيقول كذا وكذا هتقول لي طب أنا مالي ما يقول برحته انت ناقشني أنا كسني أنا مريش دعوة بعلاقات أو بروايات الشيعة عن المهدي وبالمناسبة أهل السنة قالوا كده والأئمة اللي رأوا أحاديث المهدي ده قالوا كل الأحاديث اللي فيها الراية السود دي خرافات دي من صحيحة يعني عندي أئمة الإسلام من زمان ردوا على الكلام ده الشيك محمد ده الحتة جميلة الأول من أنكر المهدي أو تكلم فيه هو ابن خلدون ابن خلدون ما أنكرش المهدي ده كلام غير صحيح أنا حدي حضر لك نص كلام ابن خلدون ابن خلدون قال فأول كلام والوعلم أن المشهورة بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ده كلام ابن خلدون لكن ابن خلدون يعني لم ينكره كده لا لا ده ما حصلش إنما ابن خلدون قال وغالب أحاديث المهدي لا يصح منها إلا القليل شوفوا الكلمة العبارة الدقيقة بتاعتم راجل عالم راجل نقادة وبيفهم لا يصح منها إلا القليل إذا فيها ما يصح طيب أنا أعيز أقول حاجة أحاديث المهدي والشيك محمد سألني سؤال فاسمح لي أسأل سؤال كم واحد من الصحابة مولانا روى أحاديث المهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم كم واحد من الصحابة كم صحابة سمع هذا الحديث المفروض إذا كان النبي يعلم الغيب على خلاف القرآن وقال هذه الأحاديث المفروض أن يقالها لكل الصحابة لا أنا سؤال محدد كم واحد حضراء قرأت وبحثت وجاي تنقض عقيدة معينة كم واحد ثلاث أو أربع صحابة من مئة ألف صحابة غير صحيح كم صحابة ستة وعشرين صحابة من مئة ألف آه يعني النبي اختص مئة لا مختصش اللي حصل إن هما اللي كانوا سمقوا الكلام ده ستة وعشرين يعني جاب ستة وعشرين على جنبه وكلمه ممسابة مئة ألف جنبه متاخدوش في الحتة دي ما جابهمش على جنب إنت ممكن يكون عندك مئة ألف صاحب مش كلهم يسوعوا منك الكلام في نفس الوقت عبد الله يسمعه في وقت الأستاذ واقل يسمعه في وقت محمد يسمعه في وقت السؤال التاني وستة وعشرين ليس بالعدد القديم السؤال التاني المهم جدا كم عدد روايات التي تتحدث عن المهدي بما إن حضرتك عملت من عيسى نائك يعني شك وصدمة كم عدد الروايات المتحدثة عن المهدي في كتب السنة اللي في كتابين يعتمد عليهم في الترميزي وأبو دول وإيه صححهم الألباني الحديثين دول المفروض نيبانه ألف رفض سنة أنا بسأل حضرتك يا شيك محمد أنت راجل دارس أصول دين اللي أقاري فلسفة نعم وفاهم الحوار اللي اعتمد عليهم كتابين فقط لا أنا ما سألتش حضرتك عن اللي اعتمد علي أنا سؤالي كم عدد الروايات التي ذكرت كلمة مهدي كم رواية في السنة أصح رواية فيهم لا مهدي إلا عيسى بن مريم مليش دعوب دي بالعجل أنت جبت أضعف رواية مين اللي رواها الرواية دي يا شيك محمد الله أعلم منكم نستديد طيب من رواها يا سيدي ابن ماجا وضعيفة حتى الأيام الحاكم لما جاب الرواية دي أوردها في كتابه أسنه واسمه الحاكم المستدرك الحاكم كان في القرن الرأي الخامس لجري تقريبا قال وانا أعجب من هذه الروايات اللي ضع فيها يعني انت جايب رواية واحدة أضعف رواية فيهم جايبها وده شيء عجيب يا شيك محمد روايات المهدي عندك في كتب السنة اللي انت بتقول قليلة أو بسيطة 200 رواية عن 26 صحابي حضرتك قلتيني مذكورة في كتابين بس الترميز وإيه تاهم أهم كتابين لا يا سيدي الترميز وإبو داود فين في البخاري ومسلم لا يا مو أنا منش دعوه بالبخاري ومسلم مش أصح كتاب كتاب الإمام البخاري أنا منش دعوه بالبخاري ومسلم مش شرط يكون كل حديث في البخاري ومسلم عدد الكتب ودي معلومة لحضرتك وكان يا مباغي انت بتنقض فأنا آسف يعني تحضر معلوماتك عشان يعني لو سألتيني أنا هرد عليك عارف عارف مش عارف أقولك ما عرفش وأنا احترم فيك أنت بتقول ما عرفش يعني احترم فيك دا جدا ونتعلم من بعض في عندك 38 مصنف ذكروا كلمة المهدي 38 كتاب 38 إمام من أئمة الإسلام ذكروا هذه الأحاديث تلقها عنهم عدد بقى شوف لا حصر له كل دول موجودون أجي أنا بجرة ألم أقول مفيش مهدي إزاي الكلام دا يعني إزاي أنقض هو كمان هو بقول لي مفيش مهدي وإزاي كان بقى فيه فانا الأولى أنا المهدي ما إحنا بقى وضحنا إن الشيك محمد المحترم ليست فيه هذه الصفات إحنا خلاص اتفاقنا على دا طب ممكن تضعي المعايير اللي الدولة المصرية تاخدها وتكشف على التسعين مليون لربما يطلع الدولة المصرية مش مطالبة أنها تعمل الكلام دا ومال من المطالب حضرتك يعني لا 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 ولا حد مطالب عارف هيحصل إيه أقول لحضرتك كده اللي يحصل ببساطة هيكون فيه آخر الزمن حالة هرج ومرج في العالم سقوط لكل الحكومات مفيش جيوش فيه حالة ظلمة عامة هيجي المهدي دا هيكون حاكم عادل زي عمر بن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا قلت المخلص عند الزرادشت عند الزرادشتين فيه مخلص على فكرة فيه عند البوذيين وفيه عند اليهود وفيه السادة الأخوة المسحين بقولوا برضو سيدنا إيسا والكلام دا كله طيب دا كلام جميل ايه علاقة المهدي بدول المهدي عندي في الإسلام مفيش ولا رواية شيك محمد ولا حديث بيقول ان احنا يجب ان احنا نعتمد عليه وان هو جاي عشان يخلص الناس اللي بيخلص ربنا سبحانه وتعالى شوى جاي ملا الأرض عادلة لا دا جاي يحكم بمعير حكم بالسندوق بانتخابات ديمقراطية انا معرفش بقى ساعتنا لو كنت عايش ساعتنا وانت طب اسأل حركة مولانا انت بنتي قلت بأمرات هيجي صحيح وما اللي ربنا بيقول لا تأتيكم إلا بغتة دا كلام غير صحيح دا آية في القرآن الآية غير صحيحة القيامة يعني تأتي بغتنا مفاجأة لا يتوقع وقل ما فيش علامات للساعة الآية مش معناها كده لا يجليها لوقتها إلا هو سوان يا سيدي الآية فرحة ركبة عرفه الشاعر بيقول دا على اعتبار بشان المشاهد يكون معنا انه ظهور ما دي من علامات الساعة صحيح اولا ربنا عايزة اقول حاجة ربنا سبحانه وتقال او الشاعر بيقولها شيخ محمد انت عارف الكلام دا كده قريته اذا لم يكن عاون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ومن اخذ العلوم بغير الشيخ يضل عن الطريق المستقيمي وكم من عائب قولا صحيحا وقافته من الفهم السقي ممكن حركة تقول لي كلام انا مفهموش العب مش فيك والله لا يففي انا انا اللي مؤخي مؤفل لما ربنا قال لي وجليها لوقتها إلا هون يعني الساعة تيجي بغتا كلام واضح حاجة باعرفت منين اماراتها سوان يا سيد لما نقول ان في امارات مش معنى كده ان الامارات دي هتحصل بعدها الساعة فوقت المعين انما ارهاصات دلائل زي ما انا حضرتك بشوف السنة ممكن فيه غيمة او سحاب بقول ده احتمال يوعى مطر لكن هلا اقدر احدد بالوقت والتوقيت والثنة يحصل امتى اذا كان علماء الارصاد دلوقتي على ما هم فيه من تقدم بيقولك يتوقعوا حدوثوا او هطولوا امطار عشان فيه غمام وفيه كذا لكن مقدرش يحدد لك الوقت فالامارات مش معنى ان انا بحدد الساعة القرآن ذكر ان فيه امارات للساعة رحت فيه من قول الله تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها بيتكلم في الايدي عن مين يا شيخ محمد اي علم هل اعطيت هذا العلم بيتكلم عن مين في الاية دي انت راجل حافظه القرآن فبسرعة مع بعض كده اشان المشاهدة فيه تعلم الله يرضى عنك وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها دي في سورة ايه الاول لا احنا لست في امتحان خلال مش امتحان انا بجو امتحن والله انا بسأل طيب ايه انت راجل درس تفسير في اصول دين اكيد يعني نعم وانه لعلم للساعة مين هو لا لا يوجد علم اسمه علم التفسير فالله قال انا مسألتكش عن التفسير انا عايزك تفسر انت ايه معنى وانه لعلم للساعة الله سبحانه وتعلم علم القرآن حينما يجلى ولتعلمن نبأه بعد حين حينما يظهر القرآن وتختفي الكتب الباطلة التي دست على الاسلام التي نادى رسول الله في القرآن فشكان وقال وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة ادعينا ان هناك علامات كبرى وصغرى ومنها وا 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 وعدنا ندعي ان النبي قعد يقص ما حدث الى يوم القيامة والقرآن يقول لنا على لسان النبي فاما ان نكفر بالقرآن ونصدق الروايات القرآن الكريم يقول ولو كنت اعلم الغيب لا استكسرت من الخير ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم لا تأتيكم الا بغتا لا يجليها لوقتها الا هو مش الائمة ولا الروايات اجابة سؤالي يا شيك محمد ماليش دعو بالا ايمان اجابة سؤالك اما ان اكفر بالقرآن وامن بهذه الروايات انا ماليش دعوة يا مولنان بالكفر والايمان اجابة سؤالي كده اللي فهمت عسد زوائل انه يقولوا انه لا علم القرآن كلام غلط يا شيك محمد ولتعلمونا نبقاه بعد حين كلام غلط يا شيك محمد تفضل فضلك الله ليه هنجيب من القرآن ربنا لقب ليها على طول بايتين ثلاثة ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون قال بعدها على طول وانه لا علم للساعة بتكلم على عيسى بن مريم اي نزول المسيح عيسى بن مريم زي ما قال في سورة النساء يكونوا عليهم شهيدة في سورة النساء اذا حضرتك لما نحب بنتكلم في قضية نحصر كل النصوص فلما اجي اقول يا سازوائل مفيش علامات للساعة انا بكذب صريح القرآن في علامات منها عيسى بن مريم ده بس كده مثال سريع بضربه على ايه لا القرآن كلمة ساعة لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث انا بسأل سؤال هل معنى كتاب بمعنى انت دلوقتي عايز تقول لي لا 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 انت كده عايز تعمل حاجة تانية كلمة ساعة بعد ما كنا من خمس دقايق بتقول لي الساعة ليوم القيامة عايز يقول لي ساعة هنا حاجة تانية لا يوم بقية طيب انا هنا شيخ محمد انا هرجع تاني المناشة دي بس خليني اعود للقضية اللي انشغل بها الناس وعلشان اقول لك تعليماتها بس انا هطلع فاصل اولا فضل لكن انت شغلت الناس خلال الساعات القليلة الماضية يا شيخ محمد بانه انا المهد المنتظر وتطالب المسلمين جميعا بمبايعتك وهنا على الفور الناس يعني حالة زهول دهشة وزي ما قلت لك اتهامات على الفور اما انه يكون مكانه السجن او مكانه مستشفى الامراض النفسية العقلية وتم تقديم بلاغات هنا انت شغلت المجتمع خلال الساعات القليلة الماضية بما قلت انا المهد المنتظر اتبعوني نعم حاسمع اجابتك بعد الفصل وقولك تعليقات هل كلامك ده بقى حيقلل من انشغال الناس هل رد فعل المشاهدين حيكون ايه على هذا الكلام كل الناس تتعامل معاك على انه هو الشيخ محمد عبدالله اصيب بلوثة الهذا الحد انه يقول انا المهد المنتظر ويقول لنا تعالوا بيعوني ده هو ده ما انشغلت بي الساحة خلال الساعات القليلة الماضية ماينفعش بعد كده اطلع اقول لهم لا ده انا كنت بعمل ايحاء اه طب ما تجي نعكس الاية استاذ وعلي لما تقول لما لا تقول انني قد نصبت فخا لوسائل الاعلام واسبتوا انه هناك انت عارف يا استاذ وعلي لا يعني انت يعني نصبت فخا ايضا لمواقع التواصل نعم يا سيدي لكل الناس لأكشف سطحيتهم وانه انا لو كتبت بوست فيه فكرة هادفة عن موضوع للبحث العلمي موضوع مهم ما كانش خد 15 عالف تعليق انت في البداية بتقول انا كتبت ذلك باسلوب الصدمة نعم اخلي الناس تستيقظ لانه الناس مشغولة بانتظار مهدي لن يأتي والناس عليها ان تبحث كيف تملأ الارض عدلا يعني باشكال مختلفة وانك تعمدت استخدام هذا الاسلوب على اعتبار انه بتاخده بجدية لكن لو انا قلت انا بنصب فخا وكامل الناس يصدقك ازاي بعد كده الناس تقول بعد كده انه مين قال ان الشيخ محمد عبدالله نصر بما سيقوله غدا لا ينصب فخا لا ينصب كمين طب ما انا نصبت كمين خلينا اسمع اسمع ده منك بعد الفاصل وحتى حشوف طب هل ده له تأثير على مقدمي البلاغات وايضا يعني يعني اناشد مقدمي البلاغات انهم ايضا يتحدثوا بشكل قانوني لماذا قدموا بلاغات ضد الشيخ محمد عبدالله نصر وطلبوا بإداعي مستشفى الأمراض العقلية هل تفسيروا الآن بيبطل هذه البلاغات ويجعلها لا أصل لها ولا وجودة لها ولا مكان لها وان عليهم ان يتخلوا عن هذه البلاغات ام لا هنكمل معاكو بعد الفصل اشتركوا في القناة